سلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير فيديو اليوم رح يكونوا روتين متنوع فيه وصفة الوصفة خفي فضريفة لعشاق هذك النوع من الوصفات يسع كامل يحبوا النظام يحبوا التنظيم ويحبوا اي حاجة متعلقة بالتنظيم سواء المنظمات سواء امور اخرى بسيطة اللي نقدروا نديروها بلا اي حاجة يعني فقط انه نظموا بافكارنا فقط لذا جبت لكم هذا المنظم المنظم هذا البنات رخيص في المتناول يدير نورمان مو اذا ما خانتني شدة كيران ان شاء الله برك ما نكونش غلط في السعر بخمسة وثلاثين الف اللي كنت شريته من عند هشام ميناج فيه زوج الوان فيه الابيض وفيه الاسود انا خيرت الابيض لانه كما تعرفوا الابيض يوالم بزاف حوايج يعني اللي تحطيها معها يجي معها وحتى الاسود عنده مكانه عنده اموراته هو نورمان مو تعل حمامة البنات لكن انا كيشفتوا في المحل جا في بليء اني نديروه للكوزينة نديروه في المطبخ كما راكم شوفوا فيه ثلاث طبقات هنا اللي نحط فيه القرع ولي اي حاجة اللي توقف هنا نفس الشي عندها البلايس كين شرح لكم رح تفهموا نعطيكم يعني الاذكار وهنا يرحوا يجي اللي يتعلقوا هي قلت لكم في الاول كيشتو خمامت اني نديروه للمطبخ لكن كيجيت ونجربت ما مقنعنيش ما استقنعت شي يعني بهذاك التنظيم على كلين رح نعطي لكم ورح ندي رايكم وكل واحدة رح تطعيني رايها تقولي يا اما للحمام احسن ولا للمطبخ احسن هنا يا مازال ما درت له شلاصة والبنات قلت لكم جربت فقط رح نعطيه هنا في القشر وفي نفس الوقت نعطي لكم ورح نعطي لكم البنات هذا المنظم اللي عنده مودة ونا مديراته في المطبخ الدعي كما راكم تشوفو جاي صغير وما هو مديلي مساحة وفي نفس الوقت هزلي الحويج اللي نحتاجهم كامل رح نقرب لكم هنا يا ناكلكم شراني حط فيهم ونقولكم كل حاجة الوش مستعملها عندي هذا راكم تعرفوا هما البنات بالي تاع البيبرون هذا هذا الصغار أنا مديرتهم سبيسيال بلايس اللي ما نوصل لهم شادوك الصغار والمهم لي ما نقدش نوصل لهم هذه مديرتها البنات اللقرع هذه مديرتها اللقرع والكيسان عندي كيسان رقاق ما نقدش ندخل يدي فيهم ينطفوا لي روعة وخاصة انه هذي البنات هذي الشعرات تحخشان ملاح ممشي من هذو كل يفزدولي هالي هذه البنات ثانية كنت شاركتكم بها المرة اللي فاتت منين شريتها والسعر التحول ومشي نستعملها حتى هي مديرتها خاصة خاصة للغطاء تاع الكوكوت لانه هنيا ماضية وحتى الشعرات تحتها يبسين ينطفوا مليح وهذا النوع فيه شحال من موديل فيها هذا المستطيل فيها واحد مربع وفيها وحدة شغل مدورة هكا وبومبي يعني هذا الحواشي توصل لهم مليح وكما راكم تشوفوا هنا في النصف مديرات الخزم ومديرات هذه الشيطة التي مديرتها هنا البوتاجي النظف بها البوتاجي والنظف بها الكوكوتيا كما راكم تشوفوا قلت لكم انا اضطتها هنا وضعوا هرها القراءات عليزيس اما بالنسبة للمنظمة كما قلت لكم كنت مديرا في باليب اللي راح نستعملوه كما بغيتانا يا بصح من بعدها ما اعجبنيش ما كنت نعنيش خلاص قلت مثلا هنا راح نحط قرعة ليزيس كما هكا والقرعة تعلية البرودوين اللي نحتاجهم كل يوم هذا البرودوين اللي بناتت على الاليومينيوم ينظف روعة وهذه القرعة اللي نستعملها اللي مديرا فيها هذيك الخلطة تاعي كما راكم جوفو هكا قلت ثاني هنا نحط لعبات ونحط هذي المهم الامور قلت اللي نحتاجهم كامل يعني اللي راح يهزتهم لهذه هنايا قلت نعلق هذا البرودوين هكا شوفوا البنات هنايا هي هزت ماشي ما هزتش بصح المنظر بتاحها ما عجبنيش ما قلنعنيش انا قلت نديرها هنايا هنايا البنات هكا هكا كما راكم تشوفو هايا كيف اشجات لكن صراحة ما عجبتنيش ما قلنعتنيش بنت ليش غول الحيط هنايا مشارجي بزاف وفي حويج بزاف يعني يقبل احسن في هذا المنظم اللي كنتم دايراته كل شهازه وفي نفس الموقت ماهوش حاكم ماساحة وما هوش ما بشعلي المنظر هكا ما قلنعنيش وكل واحدة راح تقول لي رايها شوفوه كل واحدة راح تقول لي رايها وينها الاحسن في المنظم هذا الابيض احسن ولا في المنظم البرتقالي خير وخير ورح منعتلكم في الحمام كيف شرح يجاي الابنات بعد ما جربتو في الدوش كي ما راكم تشوفو حطي فيه بعض الامور غير باش نصور لكم درت شامبه والدوش الكوتون تيش صابون وهنا يدرت الخزم وهنا يدرت منشفاء خفيفة كي ما راكم تشوفوها جاني شغول ما نظرت عمليه ومهوش مشارجي عكس المطبخ في المطبخ كي يدرتو جاني شغول مشارجي ومهوش منظم اصلا جاني شغوله او مكركب عكس المنظم البرتقالي كي ما لاحظتو بلي المنظم البرتقالي صغير وحاكم جزء صغير فقط جهة البوتاجي وهزلي بروس كامل يعني الحباج اللي نحتاجهم كامل ورافهم مقرعة اليديس اما بالنسبة لهنا كي ما راكم تلاحظو جاني منظم جاني هاكم مرتب وخفيف لذا قررت اني هنا راح نخلي هناية الدوش والكوزينة راح نخلي فيها هذاك المنظم البرتقالي واكيد مني شرح نستغنى على ارائكم ما زلت نستغنى ارائكم في التعليقات لباش هكا نزيد نزيد نخمم فيهم ونقارن بين هذا بين هناية وبين المطبخ وذركة راح نروح ونجدو اعشاء يكون خفيف وسريع بوصفة تقليدية واللي هي بيتزة السميت ولا بيتزة الفوقاس كل واحد كيفش يسميها المهم هي بيتزة ازمان اللي بالنسبة لي احسن احسن شحان من مرة من بيتزة لانه هاد البيتزة اللي بيتزة قدمت صبح قدمت بقى جديدة يعني غير نسخنوها هكا في المقلابك راح ترجعوا كأنه هادا كوين طيبتيها العجينة نحتاجوا فيها زوش كيسان سميت كاس فارينا نصف كاس ولا فنجال تعزيد وعندي هناية مغرف مع المرامليح خميرة وسكر كما اشتوا انايا دائما نخلط الخميرة وسكر مع بعضهم واللي مهم بالماء الدافي هنا تقدري تضيفي لها مغرف ولا زوش على لحظة ونجعل هذه التعجن مليحة عجني بيدك المهم تكون العجينة مرخوفة وطرية خليت هذه التعجن الوقت اللي راهي تتعجن ونحن نوجد سلسلة الضماطم كما اشتوا الثوم راني نلض عليه بالموز هكا بشي يجيني ساهل بها نقشره لخطر سنينتع الثوم صغار وانا اكره ما عندي سنة الثوم صغار ما نحبهم شو ما نشتيهم شو ما كاجل يشتيهم كامل نحبو الثوم يكونوا كبار يجيوا ساهلين بها النقية وهم نظفوهم المهم هنا يدرت هما مصغار البنات تدرت قيس زوج سنينات كبار وربح بات طماطم كما راكم تشوفوا كبيرة حطيت هذا الثوم قصيته برك بالموس ما رابيته ما هرسته حطيته في المقلاء في شوية زيت على نار هادية ما بيدنا قشرت هذيك الطماطم الطماطم كما راكم تشوفوا هي تبانية بصبصح فيها الكمية اللازمة لتعلمه وكما تعرفوا بلي الوقت هذا طماطم تكون طماطم حلوة ما تكونش حامضة نفس الشي بالنسبة للفلفل الحار حتى هو يكون حار كما لحتو خليت هذك الثوم غير نكه لي هذك الزيت وطلق ريحته وبنده قصيت عليها الطماطم درت ورقة تعرند والتوابل درت ملح وفلفل اسود ودرت الطماطم مصبرة هنا بالنسبة للطماطم إذا ما إذا ما فيه هاش الماء زيدي لها فنجال ولا نصف كاس تعمى وخليها الطيب على النار هادية باش هذك الطماطم يدخل لها طياب والطيب مليح وتذبال ما تبقاش هكك شدة روحة ورجعت العجينة تعي لقيتها تعجنت مليح والقاوام اللي حبيته كما راكم تلاحظوا تلسق شوية في اليد يعني أطارية تلسق نوعا ما المهم لازم تكون خفيفة ما تكون شيابسة باش كي الطيب الطيب خفيفة والطيب فارغة لداخل غطيتها خليتها ترتاحها ورجعت للسلسطة الطماطم تفكرت الزعيطرة لخاطر سلسطة الطماطم اللي كانت سواء انت ابيتها سواء انت عقراتها نحب اني ندير فيها هاذا الزوج مكونات اللي ما نستغناش عليهم في سلسطة الطماطم واللي هي ورقة الرند ولا زعيطرة لازم وضروري بعد ما طابت طابت هذه الزماطم خليتها بردت من بعدها نرحيها في الربو الربو هذا يأتي لي بزاف اسئلة يقول لي يا أمريسلان زدق لك من اللي بديتي تخدمي وانتي تخدمي به نقول لكم كما قالي مو المحل بعد هذا المركة سايونا في الكاراتن كما قالي في الكارتونة بعد احيانا يحلو يلقاوا الربو من الوزين جاي حابس ماهوش يمشي يعني هذا الربو راهو يمشي يظهر كائن اللي يصدق لهم وكائن اللي ما يصدق لهم شاءنا الحمد لله حكم لي خالتي شراته ثاني ما اصدق لهاش يعني كل واحد وكيف اه على حسب قلت لكم من الوزين من عندهم بعد ما رحيت طماطم قسمتها على زوج لاني درت هذه الكمية درت كاس متوسط ما درش كاس كبير لانه اذا درت كاس عادي رح تخرج لي قيس ثلاث خبزات تاع بيزا انا درت كاس متوسط لخطر ما حبيتش ندير بززاف بيزا جايو نيزوج خبزات كما تلاحظو ادهنت ادهنت البلاتو بالزيت باش تجيني تقرمش لانه بنت هذا البيزا في التقرمش انطحا ادهنت المول او البلاتو قلت انا المول ادهنت البلاتو بالزيت حليت عليه العجينة ودرت صلصة الطماطم اللي كنت ارحيتها انا احرابي عليها الجبن المبشور هي بيزاة الفوقاس منجيش بالجبن يديروا صلصة الطماطم فقط ويديروا الساردين ما يديروا شطن هذي هي بيزا التقليدية الجزائرية لكن احنا ابنات اليوم اكم تعارفوا نحبوا المودان نحبوا البيزا بالفرمجة نحبوها مقلشة حطيت البيزا اللولا درتها هكي اكسامبل لخطر اولادي يموتوا على البيزا درتها هكك بلاحار البيزا تانية كما اشتوا درتها دائرية في البلاتو هذا حتى هو سقسابني عليها بزاف المشتركات قالوا لي لا مليح ولا لا 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 لانا يعجبني في البيزا البيزا التاعودي خفيفة وجي تقير مهما كانت النوع تعلاطات لكن على حساب الفرن اذا الفرن تاعك مليح رح يعجبك البلاتو اذا الفرن تاعك مش مليح ما هو رح يجبك البلاتو انا البلاتو في الفرن تاعي طيب لي زي يطيب مليح اما في الفرن تاع ما ما يعجبني ما يطيبش مليح قلت لكم يعني حال البلاتوات رح هم متعلقين بالفرن كما اشتوا قصيت شوية تاع الفلفل جيبت حبها بيض درتها في النصف تاع البيزا وجيبت جبن مبشور رح نديروه في الحاشية تاع البيزا نحب نبازي على الحاشية تاع البيزا كما تعرفون الحواشي ديما محقورين ديما يصلوا لهم ويحبسوا انا نحب ديما الحواشي ديما نعمرهم بالجبن ولا نعمرهم باشياء اخرى هكا بشي كل شي زينتها بالفلفل الحار وزيتون هذا ما كان وهذه هي البيزا التاعي في شكلها النهائي كما تشوفوا بيتزا عادية تقليدية اقتصادية بسيطة تاع الجزائريين يعني تاع العائلات الجزائرية البسيطة غريير لا مدهاري لا لحتى حاجم بيتزا ابسط منها وابل منها مكانش رفقتها مع شربة العدس الاحمر اللي كان بقالي من الغدا كما تعرفوا انواع الشربة ترفقها بزاف لسوفلي الفطائر بانواحها البيزا البوراك وغيره والحمد لله ربي دوم هاي نعمة ان شاء الله ويحفظها من الزوال علينا وعليكم وهاي لكي البيزا شوفوا كيفية محمرة من تحتها وكنت زعمة نعتلكم كيفية تقرمشهم بعدها نحيط الصوت ان شاء الله يكون عجبكم فيديونا هذي يوم والى اللقاء في فيديوهات وصفات روتينات وتدابير اخرى ان شاء الله مع السلامة شكرا شكرا